هذا وسجلت مملكة البحرين انخفاضا في إجمالي أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا نعم حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 2577 حالة قائمة جديدة لينخفض العدد الإجمالي للحالة القائمة إلى 25648 حالة منها 51 حالة تتلقى العلاجة في المستشفى و16 حالة في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل حالة وفاة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 2776 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة أو المتعافية إلى 487781 حالة